سيادة الرئيس أما وقد أكرمتمون بهذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يثيبكم عليه في دنيانا وآخرتنا فإني أرجو أن لا أخرج من عبقي هذه الفكرة مشهد كنت الساعة أن تمثل كلمات قالها في مجلس خاص ثم أعادها في هذا المكان وهو يتحدث عن الإسلام وهو يتحدث عن ضرورة وضع الآخرين أمام هويتنا دون خجم ولا مواربة قال زارني معاومة وزير الخارجية الأسبق أيام كلمت وقال لي ألا ترون أن الأصوليين عادوا يكثرون فيما بينكم ألا ترون أن المساجد عادت تفيض والمعاهد الشرعية والمؤسسات الدينية كلها عادت إلى ما كانت عليه قبل أن تتسلل الفتنة إلى هذه البلدة يقول سيد الرئيس قلت له لا مشكلة بيننا وبين الأصول إلا ما المشكلة كانت بيننا وبين الأصوليين أصول الإسلام القرآن والسنة ونحن لا نرتاب في أن كل من كان متمسكا بالقرآن التمسك الحقيقي الوعي متشبسا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التشقف الحقيقي الوعي فنحن بأمس الحاجة هو درع هذه البلدة مشكلتنا كانت يوم من الأيام مع لا أصول قال السيد الرئيس زاغت عيناه ذات اليمين وذات الشمال ولم يحر جرى هذا الموقف المعتز بالهوية المعتز بالذات هذا الموقف الذي أمضى السيد الوالد حياته في سبيله هو الموقف الذي لا تنسع هذه القاعة يحميها بوجود رؤساء يعتزون لا بالكرسي الذي يضحون في سبيله بالقيم كلها وإذنما يعتزون بالمقدة يعتزون بالرسالة التي يرحلون بها إلى الله سبحانه وتعالى أنا أجهد أنكم قد جعل الله عز وجل منكم هذه العين الساهرة ولقد كنت ولا أزال أدعو الله في كل أسبوع على أقل تقدير أمام الجمع الحاشر على أقل تقدير وإنها لأمانة أضعها في أعناق لا بل وضعها الله عز وجل في أعناق إخواننا وأساتذتنا جميعا أن يقلأ الله سبحانه وتعالى هذا الرئيس السيد الرئيس لا شك أن المهمة شرق وعلى قدر أهل العزب كلنا يعلم خبر التيارات الوافدة من يمين المسلم كلنا نرى العواصل التي تحتاج ويعجبا تحتاج لتتجه إلى شبنا هذا لماذا؟ لماذا إلى شامنا هذا؟ كلنا نعلم مظاهر الضغوط المتنوعة المتطورة التي تتجه الواحدة إثرى الأخرى إلى شامنا لماذا؟ لأن شامنا هذه معين الهداية والرعاية الربانية شامنا هذه عين من عيون الله سبحانه وتعالى يكله الله عز وجل لها هذه الأمة كلها ولكننا وافقون من أن العواصف ستمر والتيارات ستتبدد ولسوف يحمي الله عز وجل شامنا بهذه اللحمة الوطنية التي أسأل الله أن تجداد تنافسها بهذا الإقبال بكل عون وتعييد وضع لسيد الرئيس سيادة الرئيس نحن نسأل الله عز وجل أن يوفقه أن نكون جنودا لرعاية الحق الذي تسهرون من أجله وأنا أعلم أن هناك ثغرات ثغرات خطيرة نتسرب منها العدوك بألوان شدة ولا شك أننا نعلم أن الإعلام كان ولا يزال هو رئة هذه الأمة ومن ثم فقد كان أخطرنا فيه إعلامنا مطلوع فيه بقدر ما تعتز به هذه البلدة من قيمها ومن مبادئها الراصخة وإذا كلفتم أمتكم شعبكم هذا بأي عمل في سبيل حماية هذه المؤسسة من كل ما قد يضير بوحدتها الموطنية من كل ما قد يزعزع بنيانها الإسلامي من كل ما قد يزعزع في يمها الأخلاقية الراصخة فنحن جنود نحن جنود يخيل إليه يا سيد الرئيس وأرجو أن لا أكون مبالبة أن توصياء صندوق السكان مؤتمر صندوق السكان التي لفظتها هذه البلدة لفظتها سوريا باعتزاز الآن تتسرب عن طريق النوافذ عن طريق الإعلام تتسرب عن طريق بعض المسلسلات ولكني على يقين بأن الله عز وجل سيحمي شامنا كما قلت والسبيل لا أقول الأوحد السبيل الأول هو هذا الذي قيضه الله عز وجل لنا في شخصه فسوليا فسوليا وفوليا اعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مثلا المغزي쉬 اشتركوا في القناة